إن الحمل في حد ذاته ليس مرضا بل هو حالة فيسيولوجية طبيعية فخلق الله عز وجل جسم الأنسى مهيئ لها من كل النواحي وقد أثبتت معظم الدواسات عدم وجود أثار سلبية لصيام الأم على صحتها ووزن الجنين ونموه إذا كان الحمل طبيعيا لذلك فإن كانت الحامل تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من بعض الأمراض مثل السكر أو أمراض الكلا أو غير ذلك فإنه يمكنها الصيام مثلها مثل أي سيدة غير حامل وبدون أن يكون هناك أي أزى على الحمل بإذن الله فالجنين يصله غذاؤه كاملا عن طريق دم الأم بغض النظر إذا كانت الأم في حالة صيام أم لا فإن كانت الأم صائمة فإن التغذية للجنين سوف تتوفر عن طريق مخازن جسمها فتخرج من هذه المخازن المواد الأساسية اللازمة لنمو الجنين ثم تمر عن طريق الدم إلى المشيمة وبسهولة فتؤمن له حاجته الكاملة ونحن نشبه الجنين بالطفيلي أي أنه يتغذى على حساب الآخرين لذلك في حالة الصيام سوف تكون الأم هي الصائمة بينما الجنين لا يصوم والله عز وجل قد ضمن لهذا المخلوق الضعيف رزقه وهو في بطن أمه حتى في الحالات التي هي أشد وأقسى من الصيام مثل حالات مرض الأم الشديد أو في المجاعات والحروب حيث قد لا يتوفر للأم الحامل حاجتها الكافية من الطعام في مثل هذه الظروف فكانت حكمة الله عز وجل أن جعل جسم الأم يبدأ بتخزين بعض الدهون الاحتياطية في جسمها ذلك منذ بداية الحمل لتكون مخزون لهذا الجنين عند الحاجة ولهذا فإن الحامل وبشكل فيسيولوجي وطبيعي تكتسب ما مقداره 3 إلى 4 كيلو جرامات إضافية في وزنها هي عبارة عن دهون احتياطية لا عدا قتلها بوزن الجنين من المستحسن أن لا تصوم النساء في بداية فترة الحمل خاصة ممن يعانينا من التقيؤ ويفقدنا الكثير من السوائل وذلك لمنع حدوث الجفاف ونتيجة لهبوط ضغط الدم الطبيعي في الحمل والذي يؤدي إلى الشعور بالوهن والتعب فإن الصيام يزيد من هذه الأعراض لذلك فإن النساء الحوامل عرضة لأن يصبنا بالإغماء أثناء الصوم وقد يصبنا بشعور عام سيء أكثر من غيرهن من النساء أما بالنسبة إلى السلس الثاني من الحمل فقد بيّنت الدراسات أن الحمل يستهلك كمية مضاعفة من الطاقة وأن الصيام في هذه المرحلة قد يزيد من فرصة حصول الولادة المبكرة علما بأن الدراسات قد أظهرت أن صيام النساء الحوامل في السلس الأخير من الحمل لا يؤثر على مؤشرات نمو الجنين ومن المحبز ألا تصوم الحامل في رمضان إذا كانت من المعرضات لخطر كبير مثل اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل مثل داء السكر أو ارتفاع ضغط الدم ولا تنصح النساء اللواتي يعانين من المخاض المبكر في الحمل الحالي أو عانين منه في حمل سابق بالصيام كما أن النساء اللواتي يتناولن أدوية مهمة بعدة أوقات في اليوم ولا نقصد تناول الفيتامينات والحديد التي يمكن أخذها بعد الإفطار قمي باستشارة الطبيب في حال قرر الطبيب بأنه يتوجب عليك الامتناع عن الصيام فعليك هنا الاتزام بالتعليمات وإذا كنت حاملا وتستطيعين الصوم فهكذا تهيئين نفسك له بالتقليل من أي خطر أو تعب عليك وعلى الجنين أولا من المستحسن أن تكسري من شرب المياه قبل يوم أي في وجبة الإفطار والصحور من بداية فترة الصيام كما ينبغي أن تقللي من استهلاك القافين والسيوفيدين التي تتواجد في القهوة والشاي العادي والككاو والمشروبات الغازية وأكثري من شرب المياه بما يعادل من 10 إلى 12 كوب من الماء يوميا حتى تتيحي لجسمك أن يخزن السوائل ويفضل أن تتكنبي المشروبات المحلاة أو المالحة ولا ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء عند الصحور فالشرب قد يسبب ألم في البطن وقد يسبب حدوث تقيئ وقد يؤدي الصوم إلى تعجيل موعد الولادة وهناك عدد من النظريات التي تفسر هذه الظاهرة أولا يؤدي الصيام إلى ارتفاع مستوى هيرمون يلعى ADH الذي يشابه في تركيبه هيرمون الأكستيوسين وهو هيرمون معجل للولادة يتم إفرازه من الدماغ عندما يرتفع مستوى هيرمون ADH في الدم فهذا يؤثر على مستقبلات هيرمون الأكستيوسين ويؤدي إلى تعجيل الولادة ثانيا يؤدي هبوط نسبة السكر في الدم إلى اللجوء إلى مخازن الأحماض الدهنية عند الجنين أيضا هذا الارتفاع بنسبة الأحماض الدهنية قد يحفز بداية عملية الولادة ترجمة نانسي قنقر